أطلقت مدرية الصحة بدميات حملة طرق الأبواب والتي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين لتطعمهم بلقاح فيروس كورونا وتهدف الحملة إلى تحصين جميع المواطنين الذين تجاوزوا 12 عاماً ضد كورونا وذلك للعمل على دعم مناعتهم لمواجهة فيروس كورونا وتحصينهم من مضاعفاته الخطيرة الحملة تشمل سمانية فرق منتشرين بمدينة رأس البر على جميع الشواطئ الموجودة في المدينة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأيضاً على شواطئ النيل الحملة تتكون من فرق طبية تقوم بتطعيم جميع المستفين والمقيمين بمدينة رأس البر منتشر أيضاً على شواطئ النيل وشواطئ البحر الحملة مستمرة لمدة ثلاثة أسابيع تستهدف كل الأعمار من فوق 12 عام للتطعيم ضد فيروس كورونا جميع الجرعات من الجرع الأولى حتى الجرع الرابعة